التقى رئيس تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب مع رئيس غرفة التجارة والصناع القطرية خليفة بن جاسم الثاني وعدد من أعضاء الغرفة في ثاني أيام زيارته إلى دولة قطر كما شهد اللقاء استعراض أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر وأهم المؤشرات الاقتصادية التي تظهر نجاح الحكومة في تحقيق معدلات نمو إيجابية والجهود المصرية لتسهيل عمليات تأسيس وتشغيل الشركات وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وفقا لأطر زمنية محددة وعلى جانب آخر التقى رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار برؤساء كبرى شركات التطوير العقاري القطرية للترويج لأهم المشروعات العقارية في مصر